من حقيقة مشاهدين بهذه الحلقة الجديدة من بيروت اليوم ديوفنا اليوم مميزين ديوفنا اليوم من المؤسسة العسكرية اللي مهمتها الأولى والأخيرة هي حماية هالوطن وشعب هالبلد رح يكون معي بهذه الحلقة العميد الركن اليسعاد مدير التخطيط للتواصل استراتيجي أيضا رح يكون معنا الملازم أول الطيار ريتا ظاهر والمؤهل أول سيبو كيرا جوسيان اللي عم بيختم حاليا بمدرية الشؤون الجغرافية رح نتعرف أكثر على قصة سيبو على مسيرته بالجيش وطبعا تفاصيل عديدة عن المؤسسة العسكرية وتطورها مع ديوفنا الكرام أهلا وسهلا فيكم عميد والملازم أول ريتا يعني كنا عم نحكي قبل الحلقة أنه فيه مثل سياسة جديدة بالمؤسسة العسكرية هو هذا التقارب بين الجيش والأعلام وحتى الناس وهيدا شي عم بيخلينا نحس أنه أنه الجيش بشكل عام أقرب إلى الناس وعم نقول أنه عم نلغي من رأسنا هيدا الفكرة أنه الجيش بيخوف عم نبلش نشوف أنه لا الجيش حدا موجود لحمايتنا لخدمتنا لخدمة الوطن سمحولي بلش مع العميد ليسعاد أهلا وسهلا فيك مرة جديدة عميد بهيد الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم يمرق في البلد كيف قدرت المؤسسة العسكرية تستمر رغم أنه كل المؤسسات بالبلد يا توقفت يا أنه كانت عم بتعاني كتير لتقدر تكفي خدمتها للبلد إذا بتسمحيلي بس نبلش الحلقة بذكرى شهدائنا شهداء الجيش الزكرة تبعهم بكرة ب 31 تموز بهال مناسبة نتذكر كل شهداء الجيش اللي سقطوا على أرض هالوطن ورويوا بدمهم ترابوا ونحنا منقول لعائلاتهم أنه هالتطحية الكبيرة اللي قدموها هي سبب أساسي لصمودنا ولدفانا عن هيدا البلد بالنسبة للصمود والمؤسسة كي بعضها صامدة أكيد هي صامدة بفضل كل عسكري موجود بمركزه وثابت بحيالة منطقة بلبنان من الحدود للبحر للداخل للجبل هذا العسكري اللي عم بضحي كتير تحت تالي يقوم بوجباته بظروف كتير صعبة إيات الجيش عملت من أول ما بلشت الأزمة من حوالي الأربع سنين عدة خطط تحت تالي تقدر تواكبه وتقدم له مقاومات الصمود اللي هو بحاجة لألا أول شي نحن حطينا أولوية هي الطبابة يعني الاستشفى والدواء بالنسبة لأيات الجيش مش مفروض أي عسكري يكون بحاجة لاستشفى أو بده دواء لأله أو لأحد أفراد عائلته وهذا الموضوع كمان بيتطبق على المتقاعدين يلي هني خدموا كل عمرهم بالمؤسسة العسكرية يروح أو ما يقدر يفوت على مستشفى أغلبية المساعدات اللي كانت عم تجي والتركيز كان حتى بالتوفير والتقشف اللي عم نعمله أنه الطبابة بده تكون أفضلية العسكر يجب يضل مرتاح من هذه الناحية خاصة أنه الطبابة نحن بتأمن استشفى لحوالي 430 ألف شخص يعني 10% من الشعب اللبناني قسم تاني تركز على هو المساعدات الغذائية عبر تقديم حصص غذائية عينية لنخفف على العسكري مصروف شهري كمان في عنا جزء تم التركيز عليه وخاصة للفترة اللي كانت كتير فيها عم بيغلل النقل أنه نقدر نأمن العسكري يروح من منزله على مركز خدمته إن كان بقطع ساتة أو إن كان منتشر على الأرض دون أي تكلفة وهذا أكيد يقدرنا حققنا وآخر جزء يلي هو بتعلق بالشق المادة حضرة العماد قائد الجيش بكل زياراته الخارجية واللقاءاته الداخلية كان عم بيركز على طلوة المساعدة للعسكريين ولا الجيش اللبناني طيب يبقى مستمر بمهماته في كتير دول وعلى رأس دولة قطر تقدمت بمساعدة حوالي ستين مليون دولار توزعت على العسكريين على ستة شهر ومشكورة وكمان في الولايات المتحدة بالفترة اللي بلشت عن قريب كمانا مشكورة بدأت بتوزيع مئة دولار على العسكريين لمدة ستة شهر هيدا الشئ اللي خصصته الإيادة واللي حرصت انه تطب وكمان على صعيد الوحدات الأزمة اللي صارت فرضت على الكل وعلى كل قادة الوحدات انه هني كمان على صعيدهم يلاقي حلول في كتير وحدات مراكز انتشارة بتسمح تزرع بعض الأراضي تتابع على الجيش بمحيطة زرعتها وزعت محاصيلة على العسكريين في عندهم أبار مياه حطوا فلاتر العسكر كمان بيقدر ياخد ماء البعض الأطعمة اللي ويجستي عمل معمل المعقيمات والمنظفات كمان استفادت منها المراكز العسكرية والعسكري كمان قدر اشتريها مبات الجندي بمبلغ زهيد قدرنا عملنا مثلا مصنع على التجهيزات المكتبية والمفروشات كمان على صعيد لواء الوجستين حط حجر أساس لمعمل معالجة النفيات الطبية للمستشفيات وكمان صار فيه معمل كمان لفرم الدوليب اللي كمان اللي بتخلص مدتها بالمؤسسة العسكرية كل هالنشاطات بالإضافة مثلا لفوج الأشغال صار يقدر يعمل في عنده معمل دهان أحجار بطانية أنا أعطيكي أمتي ليه عن الكل كيف ساهمه بيقدروا يأملوا للمؤسسة العسكرية وله العسكر طرح حتى اللي نحن هنقدر نصمود آخر فكرة بدي أولى بهذا الموضوع أنه الصمود صحيح هذا اللي عم نحكي عنه مادة بس كمان الإيادة عطت وركزت على قصة المسار المهنة للعسكرية تطويره كمانا فكريا وزهنيا يعني حطينا خطة لنطور المدرسة الحربية صارت أربع سنين بيطلع بليسانس منها الكلية فؤاد شهاب للإيادة والأركان صارت تعطي مستار علوم عسكرية معهد الرتبة تم تطوير كل برامجه تيواكب المعاهد برة ومعهد الأفراد هالخطة اللي نحطي ضمن خطة خمسية لتطوير القدرات أكيد واكبة التطور وركزنا أنه العسكر يصمد ماديا وكمانا زهنيا يكون جاهز للمهمات اللي بنفزنا يعني إضافة إلى إمكانيات المدية للصمود لابد أنه بالجيش في الصمود من ناحية العقيدة والإيمان بهيداء المؤسسة وهيدا الشيء أنتو حضرتكن بتزرعوه بالعسكرية من أول ما يفوت أو يعني يفوت بالمؤسسة العسكرية إلى أي مدى لاحظتوا أنه رغم هيدا الأزمة هذه العقيدة لازالت ثابتة ومتينة بأزهان العسكريين بالجيش نحن العسكري أول ما يفوت على الجيش شو ما كان يترتبته أول شي نحن أكيد الجندية هي رسالة جاي هو متطوع اختياري ليخدم بلده وشعبه وأهله في عنا قيم عسكرية نحن منلتزم فيها منبلش بشعارنا شرف وتطحي ووفاء يعني أكيد هذا الشعار نحن منلتزم بكل كلمة موجودة بقلبه والعسكري بخلال كل مسيرته هذا الشعار بيضل قدامه عنا قيم عسكرية نحن منركز بكل التدريب اللي بيتلقاه العسكري وبكل التوجهات اللي بتنعطى يعني من ناحية الانضباط والالتزام وتقديم الدم تحت لي نفذ مهمته خدمة بلده وخدمة العلم والقسم يلي هو بيخصمه من الأول كل هيدا الأمور العسكري بيكون مقتنع فيها أشد القتناع ونحن على طول من حصنه شو ما كانت الظروف بتوجهات متتالية خلال الأزمات الإيادة والضباط بيكونوا قراب أكتر من العسكر يعني قريبين من مشاكلهم شو عم بيصير معهم العسكريين بالإضافة لتوعيتهم لكل المخاطر اللي حوليهم هذا الموضوع وهذا الاقتناع حتى لو وضعوا المادة تغير أو إلى آخر العسكري بيكون محصن وبقتنع أنه فيه إيادة صهرانية وحريصة على وأكيد ما بتتركه شو ما كيف ما سائطه الظروف رح نتابع الحديث معك عميد بعد شوي ولكن نسمح لي أرجع رحب بضيفتنا الملازم الأول طيارة تزاهر أهلا وسهلا فيك أهلا فيك بشرفنا كتير أن تكوني ضيفة اليوم حضرتك أول سيدة تقود طيارة عسكرية بلبنان يعني أنت اسمك رح يدخل للتاريخ أدي هيدا الشيء بيخليك تكوني فخورة حابة بس قبل ما نبلج بمناسبة عيد الجيش عيد جميع عناصر المؤسسة العسكرية خاصة بهذه الظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها ليضال عندهم قوة وصبر ليقدروا يكافحوا وجه التحديات هيدا اللقب مش هنكر أنه له تقل كتير كبير له رهبة ومسؤولية ولا ممكن كنت أنه أحمله لو ما دعم الإيادة وإيمانة بنجاحها ودعم المجتمع الحوالي إن كان عيلتي زوجة وارفاق بالنهاية الشخص ولا ممكن ينجح لو قد ما اشتغل حاله لو قد ما عطى مجهود شخصه إذا ما فيه سببار حوالي فهيدا اللقب إله تقلو بس بنفس الوقت حلو كتير أنه قادرة شجع كل النساء اللي عندهم أهداف يمشوا وراء أهدافهم لو شو ما كانت الصعوبات لو شو ما كانت التحديات بالنهاية صرنا نحن بمجتمع الأنسة صارت موجودة وينما كان وبحيالة وزيفة إن كان عند المؤهلات المطلوبة هي قادرة تنجح وتبرهن كفائطة وطائطة قبل ما نحكي ريتا عن الدعم التي تقدم قيادة الجيش للمرأة التشجيع اللي عم نشوفه بالسنوات الماضية لانخراط السيدات بالجيش بكل الوحدات خليني أسألك بداية ليش قررت تنخرط بالمؤسسة العسكرية أنت صبية عندك شهادة كان ممكن يكون في قديمك مستقبل كتير ناجح ليش اختيار الجيش؟ تخرجت من الجامعة سنة 2016 وبوقتها بعد فترة قصيرة نفتح الدورة الدباط اختصاص بس لأول مرة بتنفتح الدورة ضمنها زكور وإنس فهذا كان سبب شجعني أهم الأسباب اللي خلتنا قديم أنه إيادة الجيش عم تدعم دور المرأة وتفعلوا عن جديد بقلب المؤسسة العسكرية ومثل ما منذكر تقريبا من سنة التسعينات ما فيه ضباطي ناس بالجيش فهي السعب خليني أفكر أنه ليش ما بشغل الشهادة العلمية وخبرة اللي معي هون لا صالح المؤسسة العسكرية مثل ما منعرف الجيش ما أنه بس عناصر مقاتلة بحاجة كمان لاختصاصيين من كافة المجالات إن كانوا مهنسيين أطباء إداريين موسيقيين مثل ما بيقول حضرة الكائد العماد جوزاف عون ما فيه ولا وظيفة مهمة بالجيش كل وظيفة هي مهمة أنت عم تحكي ريتا سمحي لعياتك ريتا اليوم معلش عم نشوف فيديو عم يمرأ على الهواء لتدريبات السيدات على الطيران أنتوا سيدتين أول سيدتين في التوكة ملازم طيارة على الجيش هل فكرة انخراط السيدة بالجيش أصبح أكثر شيوعا بمجتمعاتنا بتشعري هيدا شي يعني أنت المعرك اللي عملتها اللي تنجحها وتوصلها على مكان هو كان مسيطر عليه الزكور بشكل كامل فت وأخدت مطرحك بنجاح وعملت هيدا المعرك كرميلك وكرميلك كل السيدات اللي بدوا يجوا من بعدك هل الفكرة صارت أهيان بتاعتقدة للسيدات الفكرة صارت أهوان لأنه قيات الجيش عم تدعم أكتر دور المرأة بقلب المؤسسة يعني عم يكون عندها إيمان بنجاح أنه هالمرأة قادرة تبرز صائطة قادرة تتقدم قادرة تكون فيه مثل كومبتسيون بينهم هني بحطوا إيدهم يد بيد لا يقدروا يدفو عن الوطن فلأنه المرأة عم تثبت جدارتها الإيدة صار عندها سقة بهيضا الشي مشان هيك منشوف النساء بكمية أكتر عم بتقرر أنه تفوت لأنه عم بتشوف في إيدة داعمتها يعني أنت ما عملت ملازم طيار ملازم أول طيار صرتي هلأ لأنك زيدة أنت عملت صرتي ملازم أول طيار لأنك زيدة نجحة صح لأنه عند المؤهلات المطلوبة ليس فقط لأنه فيه رغبة بدخول السيدات إلى المؤسسة العسكرية وإنما أنت يعني بيّنت وأكدت أنك نجحة وقدرة تفوت على هالمجال صح يعني مثل حيالة وظيفة لازم يكون عندك مجهود وموتيفاشن إذا الموتيفاشن موجودة بلا المجهود ما رح تنجح وإذا المجهود موجود بلا الموتيفاشن كمان ما رح تنجح فلازم يكون عند المؤهلات المطلوبة لقدر أنجح بوظيفة هلأ بيناتنا الزملائك الزكور تقبلوا بسهولة دخولك على يعني صحتهم سؤال شوي صعب بالأول كل شي كان صعب يعني كله بدوا مسألة وقت كان صعب علي وعليهم بنفس الوقت أنا عم فتعة مجتمع محط زكور ماني معودة بحياة اليومية وبخدمة أنه يكون موجودة معهم ولا حتى هن معودين أنه في أنسة موجودة بيناتهم معنون معودين حتى أنه ينفذوا مهمات إذا أنا رح كون على قدها المهمة ولا لا إذا قدرين يتكلوا علي ولا لا فمع الوقت الشخص بيبرهن حاله إذا هو قادر يستلم الوظيفة قادر يستلم المهمة وهيك تأقلمنا مسألة وقت يعني مسألة وقت فيه مسألة ثقة يعني مسألة وقت وثقة نفس الوقت بالأول ما كانوا معقول يعني إن كان بجيش ولا بيحيال لمجأ العمل بالأول معقول ما بيوسقوا بالمرأة لأنها مرأة بس لما بيكتشفوا أنها ناشحة تتغير النظرة شعرت هيدا الشيء أكيد أكيد لأنه نحن أصلا بمجتمع عنده هيدا الفكرية أنه يمكن المرأة ضعيفة شوية صغيرة يمكن إذا حطت بشي مهمة قلبة رقيق ما تقدر تقوم بالمهمة مثل الماليزين بس هو كلهم يجب ينحطوا على الجنوب نحن بالنهاية عم نفذ مهمة عسكرية فكلهم ينحط على الجنوب خليني أقول كسيدة أنت استفدت من انفتاح القيادة الجديد على المرأة ورغبتها بأن المرأة تكون يعني بالمؤسسة العسكرية وعندها دور متقدم كقيادة شو استفادت من دخول المرأة لألا مش هحكي كتير أشعار بس أنه ومثل ما منعرف بطبيعتنا البشرية المرأة هي أم مجرد ما أقول أم يعني هي رمز ومثال للتضحية للعطاء بالأحدود للوفاء فهذا الشي ينفينا منلمس ونحن حتى بحياتها للمرأة كانت بعيلتها بمحيطها وبوظيفتها كيف تأزهية موجودة بقلب المؤسسة العسكرية فهذا الشي أكيد كيمة مدافئ للمؤسسة وخاصة أنه عندها مميزات شوي مختلفة عن الرجل مثل الدقة بالشغل الالتزام الصبر مثل ما منعرف المرأة هي ملتي تاسكينج بتحب كده شي نعمل على برفكسون بيانو ارغانيزاي بشغلة فهذا كله بحسن الأداء للوظيفة وبيرفع مستوى الانتجية هل في تسامح معك بشغلك لأنك امرأة؟ لا ومش مفروض يكون في تسامح لازم أنت عامل مثل الرجل وقال موقع مش مفروض يكون هون يعني أنت إذا عملت خطأ معين مش بيقولوا معلش ريتا سيدة خلينا نكون لطيفين معا يعني أنت تخضع إلى القوانين بالمؤسسة العسكرية مثلك مثل زملائك الرجال ما في معاملة خاصة لأنك امرأة أكيد هل في معاملة خاصة بالمهمات؟ كمان لا ومش مفروض برجع بعيد أنا خضعت لكل التدريبات اللي لازمة اللي بتخولني أن أكون هلأ ضاب الطيار عملاني مثل الشاب يعني بنفز نفس المهمات اللي زملاء الشباب بنفزوها هلأ رح نحكي أكتر عن التدريبات عن التدريبات اللي عملتها بخارج لبنان كم ساعة طيران ترتي شو هي المهمات بالتحديد اللي بتقوم فيها بالجيش كطيار عسكري عميد رح أرجع لإلك يعني إضافة إلى حفظ الحدود ويعني حفظ الحدود وحماية الدولة من أي اعتداء خارجي من إرهاب وعادو شو هي المهم الأخرى الملقاة على عاطق الجيش اللبناني نحن استناداً لأنون دفاع في عنا ثلاث مهمات أساسية في عنا مهمة دفاعية منتولى فيها أكيد الحفظ السيادة والدفاع عن الحدود ومنع أي خرقات واعتداءات وفي عنا مهمة أمنية منفرضها بالداخل لمكافحة الإرهاب مكافحة الجريمة المنظمة وكل شي بتعلق بالأمن وفي عنا مهمة إنمائية من ضمنها ذكرت هلأ استطفاء الحراي كل شي بتعلق بالتعاون العسكري المدني كيف فينا نساعد مجتمعنا من كان على صعيد البيئة إنماء فتح طرقات شو عنا أمكانيات من قدر نخدم مجتمعنا هالثلاثة إشياء نحن بتخلي مهماتنا تكون متشاعبة يعني صحيح نحن منركز على الاستقرار وسلم الأهلة بس كمان في عنا مروحة كبيرة من المهمات تقدر منغطيها وبالإضافة له شي في عنا انتشار على كامل الأراضي اللبنانية يعني هذا الانتشار كمان بيحملنا عباق زيادة وخاصة مع ظروف استثنائية مثل هلأ اللي عم نعيشها الأزم اللي احنا عم نعيشها هلأ ها جمالا أبرز التحديات يلي كمان بتفرض على العسكري أعباق زيادة يعني قصة الأزم الاقتصادية بتخلي العسكري يوازن بين مهمة هو مفروض عليها ينفذها مثل ما حكينا في تشعب المهمات وعنده أعباق ومتطالبات حياتية ومعاشية ومسؤوليات كبيرة مطلوب منه كمان هو ينفذها هون دور الإيادة أنه نحن نكون قراب من هذا العسكري ونساعده لحتى يتحمل كل هالمسؤوليات الموجودة وينفذ مهمته اللي هي أساسية ونخفف كل هاي المشاكل بامتظار أنه هاي الأزمات تقطع إضافة إلى كل اللي تفضلت يون عم نشوف مؤخرا التزام الجيش العالي بمكفحة قفة المخدرات يعني بكل المهمات اللي عم بتمفع توقيف المهربين والتجار واللي عم بتمفع ضبط المخدرات الجيش عم بيكون موجود بتنفيذ هذه المهمات هاي دي أساسا هي ضمن مهمات الجيش اللبناني ولا الوضع الحالي هو فرضا أنه ينطلب منكم هاي دي المؤذرة لأنه الموضوع صار خطر جدا صحيح نحنا مثل ما ذكرت في عنا شئ بالمهمات بيتعلق بالأمن لألك هي التجاش ملتزمة بمكافحة المخدرات لأنه بتدخل بالسلامة العامة يعني بتدخل بالاستقرار الاجتماعي المكافحة المخدرات عندها ارتباط أو المخدرات عندها ارتباط مباشر بعمليات الخطف عمليات القتل عمليات السلب اللي بتصير بكل أنواع وبالخوات كل أنواع الجريمة المنظمة اللي بتصير وبالتالي بتشكل قلع على المواطن تعمله قلع وخاف يعني خاف على حياته خاف على حيات ولاده خاف أنه يتنقل خاف أنه على ممتلكاته هايدي أبسط حوق الإنسان اللي المواطن لازم يتمتع فيها يعني وبالتالي مش ناقصه كمان مشاكل تزيد هموم عليه هون هايدي الشيء بيفرض علينا الالتزام بمكافحة المخدرات بالإضافة لأ شيء أساسي هو تأثير هاي المخدرات على أولادنا وعلى جيل المستقبل اللي نحنا منتكل عليه بتأمين حياة أفضل لشعبنا انتشار هايدي القافة بالمدارس وبالجمعات بتشكل كتير خطر على المجتمع وعلى العائلة وعلى تفكك العائلة بقى نحنا أكيد في عنا دور أساسي بتأمين الأمن ومكافحة ونحنا مستمرين بمكافحة المخدرات للآخر يعني عمليات أو مهمات مكافحة المخدرات وضبط التجار يعني القائل قبض على التجار وضبط المخدرات بتوصل لبعض الأحيان إلى تعرض العسكريين لأطلق نار لجرحهم ببعض الأوقات ممكن نخسر العسكريين بهذه المهمات إلى أي مدى بدل العسكري يعني ملتزم بتنفيذ هذه المهمات مقابل تاجر ممكن يفوت خمس سنين ويظهر على الحبس مثل ما سبق وذكرت هذا الموضوع كتير مهم للمجتمع العسكري هو ابن بيته وبالنهاية عيش من ضمن هذا المجتمع عنده ولاد عنده أخوة عنده أهل بكل العمليات اللي نحن من نفذها وخاصة المدهمات ومكافحة المخدرات العسكري عنده اقتناع تان بقدسية هذا المهم يعني عارف أنه هذه المهمة بيعملها هي أبعد من هالمرحلة أبعد من هالمرحلة وتدعياتها كتير كبيرة وبالتالي هالأناعة هي اللي بتشكله حافز برجع بول لأنه تدعياتها عم بتكون مباشرة علىه وعلى عائلته وعلى أهله وعلى المحيط اللي هو عايش فيه صحيح رح أرجع أنتقل عند الملازم أول ريتا بدي منك تخبريني بالتحديد أنت أي نوع طيارات عسكرية بتقدر تقود وشي هي المهمات المحددة اللي أنت بتنفذيها هل هي مهمات قتالية ولا لا تفضلي مش كتير عارفة أسألك عن هيدا العضو لأنه أنا يعني هي بدأ أمور تكنيك بدأ تفسير منك تفضلي بس لتصحيح النقيب ريتا زاهر بعرف الأشخاص عندهم صعوبة يمكن يحفظوا الألقاب العسكرية بس لتوضيح أنا حاليا ضابط طيار عملانة بقاعدة بيروت الجوية بتير على طو في تلهيويتو مننفذ مهمات إن كان خلال النهار وإن كان خلال الليل مهمات تدريبية أو مهمات عسكرية ومثل ما سبقته كنت عابقول المهمات اللي مننفذها مش عطول هي عسكرية حتى مهمات إنمائية مهمات إنسانية مثل رح أعطيك كم مسأل صغير نقل يمكن عسكر من منطقة لمنطقة صعب الوصول إلى انزل عسكر على المباني أو بالبحر أو بمناطق حرجية كمان صعب الوصول إلى نقل جرحة على المستشفيات نقل في آي بي من منطقة لمنطقة رش مبيدات دعم جو قريب رمية جوية يعني في كتير أنواع من المهمات اللي مننفذها وإدفاء حريق خاصة ب بس لتصيف هم بتشارك الجيش اللبناني بمساعدة اليونان على أدفاء الحرائق صح حالياً عنا توافتين نوع بوما علامتهم تقريباً 15 عنصر من الجيش اللبنان راحوا على يونان ليساعدوا السلطات اليونانية بأدفاء الحرائق وهذا الشيء مش أول مرة بتشارك توافات الجيش اللبنان أنه يطلعوا ينفذوا مهمات خارج الأراضي اللبنانية سنة 2020 كمان سافروا على متن بوما على السلطات المصرية كمان اللي ينفذوا مهمات معا إن شاء الله يا رب يعني موجة الحريق أو الغلايين اللي عم تغزق الأرض ما توصل عنها ما تطر تطلعوا بهيك مهمات التشيلة أنه أنت ما بتعمل يعني ما بتعمل قصف إذا فينا نقول بالمعركة يعني أنت ما منك تيار حرب صحيح ولكن إذا ثار في معركة أكيد بيكون عندك مشاركة هي نقل جرحة أو نقل عتاد أو مساعدات أو إلى آخره وأكيد حياتك راح تكون يعني مثلك مثل كل العسكريين معرضة للخطر هذا الموضوع بشكل لك ألا هو منه بشكل ألا يعني إحنا فتنا على الجيش عارفين حالنا عناصر اختصاصية ومؤتلين أنا فتت كضابط اختصاص يعني شوية بعيدة عن أرض المعركة يعني بشتغل لخدمة الإتال مش للإتال بحد ذاته بس أخدت القرار أنه يصير عندي هنقل النوعية من ضابط اختصاص لضابط إتال قرار منه هين أكيد خاصة أنه مرة مزوجة في تطحية عم تنعطى إن كان مني وإن كان حتى من عيل أنا عم ضحي بس هيدا أرار أنا اخترته يعني أنا كان فينا ما أختاره لهيدا الأرار وظني كضابط اختصاص مجرد ما أخدت هيدا الأرار أنا لازم أتحمل المسؤولية وحتى لهم نحطيت بهيك مهمة يكون على قده وبنهاية نحن عم نتدرب يعني عنا التدريبات اللازمة اللي عم نخوضون لأزن حطينا بهيك موقف نعرف كيف نتصار كيف تنفزوا المهمات بالنجاح وكيف تحموا حالكم طيار مثلك أنا بالنسبة إلي ما في شي صعب وهي خلينا نحكي تفاصيل يعني الفحص الامتحانات صعبة خلينا أرجع عليك أنا ما في شي اسمه سهل ولا صعب بالنهاية أول شي لازم هي يكون عندها الرغبة قبل ما تبلش تفكر إذا بدأ تقدم ولا لو إذا بتشوف حالها بهي بيع عالم الطيران أول شغلة إنسان ما فيه يفوت على وظيفة يتحمل فيها طول عمره وما عنده شغل فيه تاني شغلة يبدو يكون فيه مجهود عم بتقدمه الطيران تلما بنعرف ما إنه شي هين أبدا فيه دقة تركيز فيه إرهاق جسد فيه مسئولية إن كان مسئولية التوافل عسكر اللي معي مسئولية نفسه فيه تعب جسده ونفسه بنفس الوقت هو لازم هي تكون حاطتهم براسة قبل ما تبلش بيرجع فيه المجهود اللي لازم تشتغل عليه هلأ فيه كتير أنواع من الفحوصات اللي منقوم فيها إن كان فحص الإنجليز فحص طب وفحصات خطية وحتى فحصات طلعات جوية بقلب الإليكوبتر هذه كمرحلة أولى إذا بتنجحهم كلهم سوا وبتصير مؤهلة إنه تفوت على عالم الطيران بتبلش الدورة التدريبية طبعا بتبلش بدأت تثبت حالة لتنفيذ كل اللي تعلمته على الأرض كم ساعة الطيران بتطيره تيحقلك أنت تكوني أنت قائدة طائرة حوالي الأربعمائة ساعة تقريبا وتعملوا تدريبات خارج لبنين أنا بلشت تدريب بقاعدة رياء الجوية وانفتح للمجال إنه سافر على أمريكا كمل تدريبه برا كان قرار شوي صعب تعرف بأول الأمر دايما الواحد بيستوهل إنه سافر على بلد بعيد لغة مش لختة اتعلم مجال صعب منه هين كل الأشخاص اللي كانت بحاجة إنه يكونوا معي اللي يقدروا يدعموني خطوة خطوة هونيك منهم موجودين بحالك بس هاي دلفترة هالقات كانت صعبة استفادت فيهم على المستوى العلمي كان فيهم دربين معهم خبرة علمية واسعة جدا ومعت الميز من مختلف بلدين العالم يعني تبادل خبرات عالي جدا بكل صراحة كيف بتأيمي مستوى اللبنانيين بهيدا المجال نحنا منعرف أنا لأنه عم بسألك هيدا السؤال لأنه نحنا من ناحية تقنية ربما نوع الطائرات اللي بتتدربوا عليها أكيد هي يعني منع نفس الطائرات اللي بيتدربوا عليها بأمريكا يمكن عندهم تكنولوجيا متقدمة أنت بتخبرينيها لأكتر كيف بتأيمي مستويكم كعسكريين لبنانيين مع باقي الدول بطريقة مقتدبة تدريب عالي جدا حتى لو نحنا ملنا موجودين براء وحتى لو المستلزمات اللي عندنا ياهون يمكن شوي بسيطة بس كل المدربين عندهم خبرة كتير عالية قردي هن مدربين أنه يدربوا إن كان هون وإن كان براء فحملين معهم كل المعلومات اللي لازمة لا يقدروا يعطونا إياها هون كيف كانوا علاماتك بالدورات بأمريكا علاماتك كانوا كتير منح كتير منح بين المتفوتين أصلا هوني بالنسبة للدربين الأمريكان ممنوع الشخص عندهم يسقط يعني بتعرف أنت أيام الإنسان يمكن يضعف قوي لك شوي صغير بس هن دايما وقفين حد نوع يعطونا كل المعلومات اللي لازمة لننجح ونصل لهدفنا لنتخرج حضرتك متزوجة وبعد ما عندي كوليد إن شاء الله يا رب إذا بتحبه يكون عندكم هل بتعطي أنه طبيعة شغلك رح تكون صعبة عليك كأم وكعسكرية بنفس الوقت عسكري طيار يعني أنت ممكن تروحي بمهمة كنت متوقعة تكون ساعتين يمكن تخذ سبع ساعات وثمان ساعات أنت ما بتتوظفي يعني ما عنديك وظيفة على الدوام بتروحي وبتجي دهرة بمهمة فقد بتعطي هذا الموضوع ممكن ينعكس على البيت ما رح قالك أنه شي سهل أكيد أنا بالنسبة إلى رسالة الأساسية أنا كالنائبة التظاهر أنه المرة لازم تكون ربة منزل وبنفس الوقت إنسانة منتجة بالمجتمع ولازم تربي أولادها على هذا الأساس وتثبت له أنه تثبت لعائلتها وإن كان لحالة كمان ولأولادها أنه هي قادرة تكون إنسانة منتجة بالمجتمع هلأ يمكن شوي أصعب بقلب المؤسسة العسكرية كونه في كتير من حقوقنا المبدنية عم يتخلى عنهم في قصة الخدمة جهزية دايما لازم تكون موجودة بوظيفة الطيران بعد شوي أصعب مثل ما قلت الطيران ما أنه شيهيين يمكن يستدعون خارج أوقات الدوام في دقة في تركيز لو سبحت معلش رح خبر أنه فيه نهار أحد كنت عادينا عم تتغضوا واتصلوا فيك إنه هلأ لازم تجي صح صح يعني ما أنه وقتك مش لقلك أنت دايما بالخدمة صح معشان هيك جاوزة وعائلت لازم كنوا متفاهمين ودعمين للوضع وقال لا ما بقدر كامل بهذه الرسالة اللي أنا فيه يعني هوني عميد العسكري هو ما أنه موظف أنه عنده ولا أنا خارج دوامة ما حدا يتصل فيه هو دايما بخدمة القيادة بخدمة القطعة اللي هو موجود فيها وبخدمة البلد إذا استدعت الحاجة نقيب أنا كل الحل عم بعلقك مش مش لك ملازم النقيب ريتع زهر مثل ما قلنا حضرتك أول سيدة كنت سيدة تعيار بالجيش اللبناني ونحن عفخونين فيك وبإسم كل السيدات اللي بيحبوا يفوتوا على هذا دمان بنشكريك لأنك عملت المعركة الأولية لدخولهم فتحتي لهم المجال وشجعتهم اليوم أكيد عم يسمعوك ورح يكونوا تشجعوا أكتر أنه هذا الموضوع صعب ولكن ممكن والسيدة قادرة تقوم بهذا المجهود والقيادة جاهزة لدعم السيدات ولتقديم كل التسهيلات ليكونوا ضمن هذا الدمان أنا بشكر وجدك معنا شكرا لأليك شكرا خبرتنا تفاصيل الشغل اللي أنت بتقوم فيه من عيدك من حلق بعيد الجيش وإن شاء الله منشوفك بمراكز متقدمة وأكيد الله يحميكم من حي عائلتك وزوجك اللي بيقفوا حديك مثل ما قلت نتقدر تقوم بهذه المهمة نحن مشاهدين حلقتنا مكملة مع العميد دعاد ولكن بعد شوية رح يكون معنا المؤهل أول سيبوكي راقوسيان اللي هو أحد مصابي الجيش اللبناني اللي خبرنا عن تجربته اللي منا سهلة طبعا ولكن مكفى بالتزامه تجاهها المؤسسة مرة جديدة بشكريك نائب زاهر مشاهدين الدقائق قليلة ونعود بحلقة اليوم المميزة من بيروت اليوم نعود مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من بيروت اليوم بمناسبة تعييد الجيش بسرنا أن نستضيف على البلاتور مؤهل أول سيبوكي راقوسيان من مدرية أشؤون الجغرافية سيبوك أهله وسهله فيك حضرتك يعني من الأشخاص اللي نحن لازم نقدم لهم كل الشكر والاحترام بالجيش اللبناني حضرتك جريح تعرضت لإصابة بالغة جدا بعملية فجر الجرود مظبوط صحيح رح نحكي عن تفاصيل هذه الإصابة إذا ما عندك مانع أكيد أنت كنت مسعف متقدم بالجيش اللبنان شي يعني مسعف متقدم تنجح نحكي كيف تلاقيت إصابتك مصعف متقدم يعني منساعد العسكر الجرحة ونقفلوا النازية ونواصلوا على المستشفيات كلما ما نخسروا يعني الجنود اللي بيكونوا بخط الدفاع الأول بأي معركة أنتوا بتكونوا وراهن مستعدين لمساعدتهم في حال تعرضوا لأي إصابة بكل فريق اللي بيكونوا عم يتقدم لازم يكون فيه مصعف لأنه من النقاط الأساسي بالجيش هي إصعافيات الأولية للعسكر وبيساعدنا بحياة العسكرية والمدنية صحيح تعرضت للإصابة أثناء تأديت مهمتك بفج الجرود وصبت بلغم أرضي صحيح تقدر تخبرنا تفاصيل هذه اللحظة؟ أول ما كانوا كنا عم نتقدم بلشنا نلاقي أجسام غريبة على الأرض وحشوات معجون سيفور بيقولوله وكان معنا حضيرة من فوج الهندسة فات فوج الهندسة بلش بدوا يفجرون أنا ممنوعش ينفك على أرض معركة واتصوب العسكري كان تاني إصابة وقتا بنفس المحل فأنا هندغري قلت إنو طلع مرتين لغم بنفس المحل ففوت بسيادة لأنو كان نزيفه قوي كتير شار جاعد وفذت أنا ورفقاتي بلشنا نوقف له النزيف وراكاعدنا آخر شي منتزبطت الجعبة راكاعدنا بدي بنا نقيمه كلما ناخده على الألية وطرنا كل واحد ميل أنا ناصر تصرخ بس ليفتح لمرجل التنفس معي وإجوا رفقاتي بعد سوينة يعملوا متل شوك وإجوا دغري صاحبوني جربوا يوقفوني النزيف فما كان في إمكانية ينحط ورنكات لأنو إصابة كان كتير قصيرة وبدأ دغري نقلوني على أول آلية آآ على الملالة مشو شوية لو وصلت على الإلية ونونيك الإلية الملالة مشيت على الصليب الأحمر لبناني كان نطرنا تحت على أول طريق الزفت سلموني وأخدوني على مستشفى الميداني على راسب علبك ونونيك كان في المهبط طوافات ونونيك دغري مشو في عملوا الصعفات الأولية بالمستشفى الميداني وأخدوني على الطوافة وعلى مستشفى الروم سيبو بهيد اللحظة اللي حضرتك نصبت فيها بالمعركة هل فكرت إنو شو جابني أنا لهون ليش ليش أنا بهيد المعركة ليش نصبت ليش أنا ولا مرة فكرت لأنو لش أنا جيت لها لأنو نحنا بهالفترة طويلة نطرين نطع معركة كرمير نرد العسكر للأسرة اللي كانوا مع الإرهاب وندافع عن وطننا يعني رغم الإصابة كان بعدها هالأفكار عم تبرق براسك ما حسيت ولا لحظة إنو أنا ما بقى بدي أرجع إنو رحت على المعركة ما بدي أرجع لا يعني أنت ما فكرت إنو أنا خلص نصبت ما بقى بدي الجيش لا ولا مر لأنو أنا بإرادتي فتتع الجيش بمحبتي فتتع الجيش اللبنان خلينا قالوا إنو أنت خسرت إجراك بهيدا الإصابة بس كمان قلت لنا إنو الجيش وقف حدك لرجعت تقدر يعني تمشي هيدا طريق التعافي كيف القيادة وقفت حدك قيادة وقفت حدي بالمعنويا وعطوني قوة رفقاتي عطوني قوة وقالوا لي نعطي أوكي أنت خسرت إجراك نحن نحن إجراك كلنا إجراك فهيك قوة رجعت بالاشت أول حالي وركبت طرف إستناعي من بعد ما طلعت من المستشفى خمسة واربعين يوم بيت بالمستشفى خمسة يام عينية وأربعين يوم غير فيه طلعت الحكيم بعد ثلاثة شهور قال لي بك تعمل علاج فيزي للأجر كلما يقوى العضلة ومن بعد قال لي الحكيم صار فيك تركب بروتيز وحكينا مع الإيادة والإيادة بأسرع وقت دغري عملوا الوراء وهايك وصفرهم خلينا أسألك عميد هون يعني بكل مارك فيه احتمال للإصابات فيه احتمال للشهد كمان خلينا نحكي عن المصابين يعني إضافة إلى الألم الجسد اللي بيكون عندهم فيه كمان عامل نفس بيشتغل هون كيف بتقدروا دلكن خالقين فيهم هال موتيفاشن اللي يدلوا هني أوية نفسيا وما يتراجعوا من وراء الإصابات البالغة اللي تصيبهم وكيف دايما بترجعوا بتلقولهم مطرح ومطرح مهم بهالمؤسسة العسكرية نحن أول شي بحب بنفتخر بكل عسكر مثل السبو وقدم يعني أقصم عنده وهالتطحية الكبيرة يلي نحن أكيد منعتز فيها ومنفتخر فيها وهو أحد الأسباب مثل ما ذكرت أنه المؤسسة العسكرية صامدة ورح تضل صامدة إذا أراد نحن كل العسكريين مثل ما كمان هو شرح وضعه شو ما يصر له شو ما كنه على الإصابة الإيادة موجودة حده إن كان بحاجة لعلاج بلبنان أو مثل ما هدا بعلاج برة تحتالي نحن نرجع أكيد الوضع الجسدي قد ما فينا نرجع نرجع لطبيعته وكمان معنويا شو بيعوز إن كان هو أو أحد أفراد عائلته أو شو ما يطلب الإيادة موجودة حده تحتالي أكيد تلبي كل حاجاته لأنه نحن منقدر هذه التضحية اللي هو قدمها وكل واحد مننا أساسا بحياته العسكرية معرض لهذا الموضوع وبكل المهمات اللي نحن مننفذها ومثل ما حكيت الشق المادي بيجي بالمرتبة الثانية نحن في عنا رسالة نحن عم ننفذها هالأمور بتوجيهات متتالية بالتدريب بالتوجيه المعنى واللي نحن من منعلموني بتنمية روح الفريق بالتضحية بكل الدروس اللي بيقطع فيها خلال من أول ما يفوت كفرض على العسكرية تا يوصل لأعلى رتبة والتنويات والتوجيه والرسالة اللي هو عم ننفذها نحن منكون حرسين على أنه مقتنع فيها وهو بالنهاية في هذه الرسالة مثل ما ذكر أنه هو تطوع كرمالة يعني وبالنهاية هذا التطوع هو الاختيارة والأناعة الموجودة نحن عم نحصنها وعم نغزيها وهذا الموضوع كل المؤسسة العسكرية داخل بصلب العائدة اللي نحن منأمن فيها سيبو حضرتك هلأ بمدرية الشؤون الجغرافية صح هل أنت مبسوط مترح مع يعني عم بتقدم الخدمة هلأ أكيد أكيد مبسوط يعني ما حستت أنه أنت تراجع دورك بالجيش من بعد إصابتك أنا في في محلات تقول أنه يريتني بعدني بالمهمات اللي عم بيطلعوا العسكر أطلع معهم عبيلك تجعل تطلع مهمات إيطالية أكيد بحب المعارك هذا لأنه من المعارك ما بتخاف إصابتك ما خلتك تكون لأنه أنا فتت بإرادتي وفتت أول حياة العسكرية فتت بفاوج فهن صار كل عقلي صار كل وإتال ودفاع عن الوطن هلأ الإصابة أثرت على أهلك قالوا لك شو بدك بالجيش ترك الجيش لا ما قالوا لك لا ولا مرة ولا مرة لأنه نعرفين أنه أنا بإرادتي في هذا الجيش أنه أنت بتحب هذا الشي وما بتقول أنه أنا لو ما كنت بالجيش ما كنت أخسرت إجري أكيد لا ما بتفكر بهذا لربنا كاتب بدي يصير لو لو ما تخبينا يعني كمان أنت هلأ بمدرية الشؤون الجغرافية منك بموقع قتالي صح؟ إداري بموقع إداري بس بذات الوقت عم تختم الجيش اللبناني أنت فخور بالشي اللي عم تعمله هلأ أكيد فخور ومرفوع راصي دايما أكيد القيادة مثل ما قال عميد هي فخورة فيك وبيقدروا كل الجهود اللي أنت قدمتها مثل ما قلنا أنك قدمت شقفة منك حرفيا يعني لخدمة الوطن عميد تنوصل يكون عندنا شباب هالقد ملتزمين بالوطن وهالقد ممكن يحبوا الجيش أنتوا عم بلشتوا تشتغلوا بفكرة جديدة لهو التواصل مع الشباب من هنا وصغار عم تعملوا مخيم صيفي عم تعملوا أوبن داي لاستقبل هيدا الشباب خبرني شي عن هالمخيم الصيفي لو كنا عن أسبوع للشباب مع الجيش شو بيعملوا فيه شو أهميته شو البعض الإنساني والاجتماعي لأله من حوالي السنة بالكلية الحربية بنعمل مخيم للشباب والشبابات لتلميذ المدارس من الصف الأول سنوية عملنا دفعتان كل دفعة حوالي 140 شاب وشابة أو تلميذ الهدف منه هو نقرب الشباب يلي هو أكيد عنده محبة للمؤسسة العسكرية ندخله يعيش تجربة مع التلميذ الضباط مع العسكر يشوف هالنسيج الاجتماعي المتنوع يلي هو غنى مصدر غنى للبنان ويلي الجيش اللبناني أكيد بمسله هاك منكون بيكسروا كل الحواجز والمسافات المناطئية والطائفية الموجودة بالمجتمع هالمخيم هيدا الهدف طبعه أنه إبراز القيم العسكرية والوطنية الموجودة بالإضافة لأنه هالشباب يعملوا مثل روابط والصدقات من مختلف المناطئ اللبنانية وفي عنا هدف تاني كنا أكيد بالمخيم بالتلميذ الضبط بالمدرسة الحربية ما بيستعمل السلولار من ضمن الأوانين هل لمدة أسبوع لمدة أسبوع الشاب يلي بيجي على الكلية الحربية بده يستغني عن أكيد التكنولوجيا وهذا الشيء أكيد صعب جدا بعرف من أولادنا بس أنا بأكد لك أنه هذا التحدي يلي هن تخطوه كان تخطوه دون أي تزمر هالستة أيام اللي بقضوها بالمدرسة الحربية بتخللها تمرين كيف التلميذ الضابط خلال الأسبوع شو بيعمل بحياته اليومية يعني عنده نشاطات رياضية صباحية في تدريبات عسكرية بيعمل دروس فن إيادة تنمية روح الفريق إسعافات أولية في دروس للتوعي من مخاطر الألغام المكافأة من المخدرات من السوشال ميديا وبنعملهم زيارات على مختلف المراكز العسكرية وبالآخر بآخر يوم بنعملهم مثل تخريج وبياخدوا الشهادات وهدايا تذكرية التفاعل اللي نحن عم نشوفه كتير عن جد ملفت بتحسي أول يوم بيكونوا شوية صغيرة عندهم بعض القلق وبعض الخوف تاني يوم بيصير عندك اندفاع بتحول لحماس للمشاركة بكافة التمارين المدارس اللي نحن بنختارها من كل المناطق اللبنانية المدرسة بترفع لنا عشر أسامة السنة عملنا دفع بتموز وفي عنا دفع تاني بآخر أبن أراد كل الأسامة موجودة لو فينا نستوعب عدد أكتر كمان كنا من يارات فينا نعمل أكتر بس الإمكانيات الموجودة بالمدرسة هلقا بتصوعبه خاصة الطائم اللي هو عم بيخدم هذا المخيم الأهالي الفيدباك طبعا كان كتير إيجابة وبالتالي كان فيه سناء على هيدا الجمعة والأسبوع وشو ترك أثر عند تلميزي اللي هني شو بيغير هيدا الأسبوع بتفكير خليني نقوله لشاب لأنه يمكن مشكلهم يرجعوا ينخرطوا بالجيش بس بدون يحملوا بأفكار ونشي معين من هالتجربة شو بيغير فيهم التزام أكتاد للوطن صحيح على صعيد القيم والرموز الوطنية واحترام العالم والنشيد وكيف العسكر بيعمل واجباته ومهمته وكيف عنده انضباط والتزام وكل هالقيم العسكرية اللي هو بيحترمها وبيتأيد فيها أكيد الشاب يلي كلهم عنده الروح وطنية بس بيحسوها وبيشعروها مع العسكر كيف عم ينفذها بذات الوقت هني هايدي التجربة اللي عم بياخدوها أكيد عم بينقلوها لبرة في بعض الأحيان بتحس الشخصية بتتطور بس يقطع وصعوبات انه ما كانوا مفكرين انه احنا فينا نقطع يعني فيه دحديات موجودة وموجودة بالتدريب أول ما يبلش فيها بحسها كتير صعبة لأنه ما بيقول أنا يمكن ما قدر قطع هذه التجربة بس يخلص أكيد فيه عنده شعور بالسأب النفس عنده استقللية تترك له أثر نفسي كتير إيجابة بتساعده بحياته أكيد المهنية الموجودة بره كمان بيخلق عنده احترام للعسكر بيصير عم يعرف قدي هذا العسكر صحيح وبيشعر معه بذات الشعور وبيقدر بس يكون بيشاهد العسكر بالمهمات بيكون هو يعيش هذه التجربة عشاك المصغر قبل ما تنتهي حلقتنا خليني أقول أنه إضافة إلى يعني المهمات العسكرية مثل ما قالت عميت في مهمات إنسانية يعني الجيش اللبناني منه بس مجموعة عسكرية تقاتل شفنا كانت تكون دور كتير كبير بكوفيد 19 شفنا بيكون تكون دور متقدم بكل الأزمات اللي بيمروا فيها البلد بأزمات الاقتصادية المزوط البنزين إلى آخره شفناكم كمان يعني عم تتكيفوا مع هالأزمات وتقدروا تحاولوا تخففوا من عبقة على المواطنين سيبوه في مثلك كتير بالجيش أشخاص ضحوا وقدموا قطعة من نفسهم في كمان أشخاص خسرناهم بالجيش اللبناني قدموا حياتهم كلها هيدا الشي بيأثر عليهم وعلى عائلتهم نحن من خلالك رح نوجه تحية لكل الجرحة بالجيش رح نوجه تحية لكل عائلات الشهداء مثل ما حكينا بأول الحلقة اللي بقدموا حياتهم للجيش وأنا من هون بحب وجه تحية لعائلة جوج فهد هو صديق اللي خسرناه كمان بنهر البارد عائلته تأثرت كتير برحيله ولكن فخورين فيه وبتضحياته واسمح لي كمان عم يدو وجه تحية لكل زوجات الجيش اللبناني اللي هني كمان بضحوا لكل قلمات وجه تحية لبي كان بجيش وللماما كمان اللي ضحت كتير معه ومنتمنى أنه هالعيد يعني يكون بداية جديدة للجيش نرجع نشوف كمان حفلة تخرج الزباط بالجيش اللبناني يعني الله راد بلك لما بتقطع الأزمة بالسنين المقبلة منتمنى لكم يعني الله يحميكم ويحمي البلد وتكونوا كلكم بخير نشكركم لأنكم جيتوا هالحلقة معنا إذا بتسمحيلي بس كمان بعيد الجيش عيد كل العسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم وكل اللبنانيين بعيد الجيش الثمانية وسبعين ونحنا منجددهم وفائنا لقصمنا ونحنا محبتهم واسيئتهم مثل ما هلأ عم تذكره ودموعهم هي اللي بتخلينا نكمل وهي اللي بتعطينا الحافظ والدافع تحت لننفذ كل مهماتنا وإن شاء الله عيد الجي بلدنا بيكون طلع من هالأزمة اللي هو يعيش بيها وعلى خير شكرا لكم مشاهدين نتهت الحلقة شكرا للمتابعة إلى اللقاء بحلقات مقبلي اشتركوا في القناة